شركة نفط الوسط يومياً تجيني رسائل واتصالات من داخل الشركة يجيبولي حتى شلابس بنطرون شو اللونة؟ وانت عبالك رح أخليك تبقى مجلب بالكرسي؟ لا لأنه الكم الشبير من الرسائل اللي تجيني والاتصالات من شركة نفط الوسط ما تتخيلها لعدس قد ما يحبوك ما تقل لي شنو؟ يا معود أنا باوع تشوف ما أحب أتجاوز بس أنت يعني لما تبعد ويا عالم وتتجاوز علي أنه هذا الإعلامي مدر شنو ذبه لعظمة ذبه لما أدر منه لا حبيبي هاي العظمة تعرف وين أخليها تمام؟ وهس تشوف وآخر أخبار وأخبارك شركتك التازة شركة نفط الوسط شو وقت أنت تصعد؟ لو نام 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 حالك حال قد دوري نام قد دوري 24 ساعة نايم ومحمد يشتغل وانت نفس الشي نفط الوسط أولاً انهني الشركة بعودة البطل محمد عبد خضير من إجازة الخمس سنوات هاي اللغة الإجازة حتى تشوف ماكو شي ينضم عليها ليش حبيبي ليش اللغة الإجازة؟ وهس يا مسكين أبو جاسم قاعد تدور على قسم تصير بي مدير أو معاون؟ لو هسا تدريش تريد انت حتى لو فراش بس المهم تبقى تجي الشركة نفط الوسط حبيبي أبو فهد وين رايح؟ حبي تروح وتعوفني وين؟ وأنا أصلاً يومية غاصلك بعد لما نغسل عيني قد دوري اسمع لو تسمع كلامنا وتنفذ وتغير جماعة المكتب مالتك والطيرة للحبوب علاء ذاك اليوم من حتيت علاء علاء كريم راح قد دوري طيارة ودا للحبوب تروح تجيب المعاونة يعني انت تبدل اشعيط بمعط تروح تجيب المعاونة مال محمد عبد الخطير من كانوا بقسم التنسيق والمتابعة المنحل واسمها حتى لا تقول قحطان ما عنده معلومات اسمها نجاة عبد الزهرة وتسويها مديرات مكتبك زين انت مو عندك كتاب رسمي يقول القسم قسم التنسيق والمتابعة يدخلون بشغل مكتب المدير العام ولازم تتشرهم بالاقسام بس انت ما تسمع كلام ما تقول لي شو مسويه لك حمودي هيك تخاف منه هيك تخاف من محمد عبد الخطير بس قل لي لانه آني نبشت ووصلت انه منه ولي ساند محمد عبد الخطير وهم رحة فضحة وهذا الكتاب مال التغيير تغيير مكتب قدور وتعيين نجاة عبد الزهرة ثالثا حبيبي فارس ابو الفارس حبيبي فارس سعدون حسن اش بيك اش بيك اشو بس جبت اسمك بالحلقة قمت تبطمش وخربطت وسويت لعد اذا حشيت على الميت لجنة تحقيقية اللي انت مسؤول عنها وش قد كسرت عالم وقذيت ناس وش قد سويت ترتيبات مع الشركات تابع القدوري ومحمد عبالك حبي عدي ملفاتك كلهن وهاي صورة قدوري ابو لغد وفارس وسنان ام القانونية من جنتو يم امين بغداد تذكرون على موش شنو كنتو هناك ها تذكرون حبايب هاي اليوم كافي رح اذكرهم بس بهذا اني هذاني كافيات بس باتشر الخميس عندي سوالف حلوة رح اسولفها للناس عن قدوري ومحمد وفارس وهلأ بالخميس